مع أول ليلة من ليالي السنة الهجرية الجديدة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتغيير كسوة الكعبة نلاحظ الآن الكعبة المشرفة وقد تم تفتيق الجوارب الأربعة من الستارة ليتم إنزالها وأيضا أفك الصمديات الأربعة الموجودة في الأركان أربعة وأيضا هذه القناديل الله أكبر الموجودة فوق الحجر الأسود ثم أيضا قطع الأماكن الموجودة في أعلى الكعبة وذلك لتسهيل نزال الستار أو الكسوة القديمة نلاحظ الآن إخراج الكسوة الجديدة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة والذي يصنع فيه هذا المجمع خاص لصناعة الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة حيث يتم نقلها من خلال مراسم رائعة وتليق بكسوة الأكعبة تعظيما لهذا البيت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقوم 130 صانع وفني بنقل هذه الكسوة من المصنع الموجود في أم الجود في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام نحن هنا الآن نلاحظ هذه ساحات المسجد الحرام أمام باب الملك عبد العزيز وقد وضعت هذه الكسوة في عربة خاصة للكسوة لإدخالها الآن من الساحات الموجودة خارج المسجد الحرام إلى داخل المسجد الحرام ضمن هذه العربة بطريقة تليق بعظمة هذا البيت ومكانة هذا البيت الذي يشهد هذا الإقبال الكبير من الناس ومن الزوار والمعتمرين وبقية الحجاج لأنه في بداية العام الهجري ما زال إلى الآن هناك حجاج موجودون من بعض الدول الإسلامية هذا الآن المراسم التي سيسلم فيها هذه الكسوة الجديدة الآن لمن سيقوم بالباس الكعبة المشرفة هذه الكسوة الآن نلاحظ الكسوة القديمة تم تجهيزها للإنزال طبعا لا يتم إنزالها مباشرة إنما يقوم أولا بفتح الكسوة الجديدة وتحييئتها وتجهيزها ثم رفعها كما سنشاهد الآن نلاحظ الآن يرفعون الكسوة الجديدة قبل إنزال الكسوة القديمة وذلك تعظيما لهذا البيت وإجلالا وتكريما له هذه هي كعبة المشرفة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنة الآن طبعا رفعوا أحد الجوانب طبعا هي أربع جوانب كل جانب يقومون برفعها إلى أعلى الكعبة ثم إنزال بعد ذلك الثوب القديم والكسوة القديمة هذا نلاحظ الآن هذه الكسوة القديمة التي أنزلوها من تحت الكسوة الجديدة يقومون بلفها وجعلها أيضا في العربة التي جاءت بنفس الكسوة الجديدة هذا الحجر الأسود الذي هو قطعة من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يا قوتتان من يواقية الجنة نلاحظ الآن هذه الجهة التي من جهة حجر إسماعيل أو من جهة أخرى ليست من حجر إسماعيل لأنه ما في مزراب هنا يرفعون في هذه الجهة أيضا هذا الركن اليماني هذا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني يرفعون في هذه الجهة أيضا الستارة الجديدة التي نسجت من الحرير وأيضا هذه الزخارف وهذه الآيات واللوحات هذه هي جهة الركن الشامي والعراقي من ضمن حجر إسماعيل لأنه الميزاب عليها الآن يقومون بإنزال الكسوة القديمة حتى لا تظهر جدران الكعبة وهذا من باب التعظيم ليس هناك أمر شرعي أو أمر منهي عنه إنما هو من باب التكريم والتعظيم وكما نعلم أن أول من كسى الكعبة المشرفة هو ملك تبع الحميري الذي جاء كان بقصد هدم الكعبة ومرض مرضا شديدا قبل أن يصل إلى مكة حتى قال له زعماؤها وأشرافها إنك نويت نية سية ولو أحسنت النية لا شافاك الله فعزم على أنه إن شفي أن يكرم هذا البيت فرد الله له صحته وعافيته فأكرم هذا البيت وكاساها وبنى وجعل لها بابا من باب الإكرام والتعظيم كتبت على هذه الكسوة لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حنان يا منان يا الله يعمل في مصنع كسوة الكعبة قرابة المائتين وأربعين عاملا وإداريا وفنيا كلهم خلال عام كامل لإنتاج هذه الكسوة للكعبة المشرفة ونلاحظ أن مقدار الحرير الطبيعي الذي يستخدم في صناع الكسوة قرابة 670 كيلو غرام وسلك الذهب والفضة الذي تكتب فيه الآيات في هذا الحزام قرابة 150 كيلو غرام والكعبة محاطة بحزام عليه آيات في الثلث الأخير ترجمة نانسي قنقر